في البداية طبعاً بنتوجه بالعزاء في استشهاد 11 من أبنائنا أبناء القوات المسلحة في العملية الإرهابية التي استهدفتهم غرب سيناء اليوم وإصابة خمسة آخرين وطبعاً كانوا بيدفعوا عن الوطن وعن حياة الملايين وكانوا وقفين في نوبة حراسة وعمل على إحدى محطات المياه الموجودة في هذا المكان طبعاً في عدد من الأشياء مهم جداً نحن نذكرها لأنه إحنا بنشوف ردود أفعال الناس طبعاً هذا الحادث الإرهابي هو كان مفاجئاً وصادماً لناس كتير أنا منهم لأنه طبعاً إحنا كنا نسينا هذا الأمر شوية وهذا خطأ لأنه طبعاً الإرهاب لا يموت وهذه حقيقة الإرهاب يمكن تحجيمه وتقليل وتيرة عملياته يعني يبقى بين كله عملية وعملية مدة طويلة إنه يبقى صعب جداً إنه الإرهابيين التكفريين يقوموا بعملياتهم بشكل سهل أو بشكل في إقاع سريع ترجمة نانسي قنقر